السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس الخامس عشر من شهر زبتمبا الفين واثنين وعشرين جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدأ أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو تعرض عائلة من سوريا إلى كلام عنصري جدا من عند أحد أفراد الشرطة الألمانية وحصل الأمر بشقتهم في مدينة بيرلين وحصل الأمر أمام أطفالهم هذا الخبر تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية أو مجهد ليس الجميع لكن بعض من الصحف الألمانية خصوصا جريدة تاكس شبيغل الشرطي أصدقائي قال لألعائلة عندما قالت له الزوجة قالت له أنت في بيتي فرد عليها وقال لها أنت في وطني يعني أنت في بلدي وأنت هنا غاست يعني ضيفة يعني ضيوف يعني أنتم ضيوف وأيضا كلام عنصري جدا أصدقائي تعرضت له هذه العائلة السورية القصة وما فيها أن الشرطة الألمانية أصدقائي جاءت عندهم إلى البيت ورغبت كما قالت الجريدة رغبت بإعطاء تحذير شفاهي للزوجة ولم يقولوا ما هو السبب وبعد ذلك وجدوا الزوج وقالوا بأن الزوج أصدقائي وعمره 30 سنة عليه غرامة تقدر ب750 يورو السبب هو أنه كان يعني ركب بالقطار وبالحافلة ثلاثة مرات دون أن تكون عنده بطاقة يعني كان شفارتسفاغن يعني كان يركب بالأسود لذلك حكم عليه بغرامة 750 يورو ولم يقم بدفع تلك الغرامة فجاءت الشرطة وقامت الشرطة بمعاملته معاملة سيئة جدا خصوصا أحد أفراد الشرطة قاموا بوضعه على الأرض بالقوة وقاموا بتكبيله أمام أطفاله أطفاله كانوا يرون المنظر وكانوا يصرخون يعني تم معاملته معاملة مثل مجرم خطير أو كأنه يعني عمل شيء ضد أمن البلاد فكانت الزوجة تقول لهم تقول للشرطة الأطفال يصرخون الأطفال خائفون وكان الأطفال يعني يصرخون يعني وخائفون ويرون أبوهم بذاك المنظر يعني كيف تتم معاملته معاملة سيئة فكانت الزوجة تتكلم مع الشرطي وكان الشرطي دائما يقول لها كلام يعني عنصري بشكل كبير جدا كان يقول لها إخرصي أنت في وطني يجب عليكم أن تلتزموا بالقوانين لا تلمسيني مرة أخرى إذا لمستيني سوف أدخلك إلى السجن إلى آخره من تلك الأمور والأطفال كانوا يبكون أصدقائي وكان يوجهوا لها كلاما سيئا وكلاما عنصريا شديدا المهم أصدقائي انتهت القصة بأنه دفعوا الغرامة غرامة 750 يورو بعد ذلك توجهت العائلة السورية إلى مخفر الشرطة وعملوا بلاغا ضد الشرطيين وتتم الآن متابعة أحد أفراد الشرطة هذا الذي تكلم وتفوه وتعامل بعنصرية مع العائلة السورية الآن تتم متابعته حسب المسطرة القانونية للشرطة أصدقائي وهذا الفيديو منتشر بشدة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنظر الصعب والمنظر المرعب والمنظر المحزن والمنظر المخجل الذي تعامل به هذا الشرطي مع هذه العائلة السورية وهناك الآن متابعة هل هذا الشرطي ينتمي إلى أحد الأحزاب العنصرية لذلك كان يتكلم بتلك الطريقة العنصرية والجارحة ضد هذه العائلة السورية هذا هو الخبر الأول أصدقائي الخبر الثاني أيضا من مدينة برلين مدينة برلين أصدقائي أعلنت على بطاقة جديدة هي بطاقة التسعة وعشرين يورو وسوف تبدأ بداية من الشهر العاشر الشهر العاشر والشهر الحادي عشر والشهر الثاني عشر يعني أكتوبر نوفمبر وديتسمبر أصدقائي هذه البطاقة هي فقط في مدينة برلين بطاقة شهرية وهي فقط لـ A و B يعني فقط داخل مدينة برلين وليس لا يمكن التوجه بها إلى مثلا بغندنبورغ يعني فقط بـ A و B تغف بغيش A و B هذه البطاقة سوف يستفيد منها عدد كبير من سكان مدينة برلين بطاقة شهرية جيدة لمدة ثلاثة أشهر وسوف تبدأ بداية من الشهر المقبل بالنسبة لعموم ألمانيا ما زالت المفاوضات مستمرة لا يوجد هناك اتفاق حول بطاقة سوف تعود بطاقة التسعة وعشرون يورو المقاطعة ما زالت تتفاوض وقالوا بأنه ممكن أن يأخذ الأمر شهر شهرين أو ثلاثة أو ممكن حتى إلى سنة الفين وثلاثة وعشرين لتحديد ما هي البطاقة التي سوف تعود بطاقة التسعة يورو في باقي مقاطعة ألمانيا نتمنى فعلا أن يكون هناك إصراع كبير بخصوص البطاقة التي سوف تعود بطاقة التسعة يورو لكن تكلموا وقالوا بأنه ستكون بين تسعة وأربعون يورو إلى تسعة وستون يورو أصدقائي نتمنى فعلا أن يتم عمل بطاقة وأن تكون فقط بحدود التسعة وعشرين يورو كما عملت الآن مدينة بيرلين أيضا أصدقائي موضوع آخر تتكلم عنه جميع الصحافة الألمانية هذا اليوم أصدقائي التقى مستشار ألمانيا السيد شولتس مع النقابات العمالية وأيضا التقى مع ممثلي الشركات وأرباب العمل وقال مستشار ألمانيا بأنه يرغب ويتمنى بأن الشركات تدعم العمال وتدعم الموظفين بهدية مالية تقتصل إلى 3000 يورو دون احتساب الضرائب وطلب من الشركات بأنها تدعم الناس يعني إما ب500 يورو 800 يورو 1000 يورو 1500 أو 3000 يورو على حسب مرتب الشخص أصدقائي لكن لم يتوصلوا إلى اتفاق والشركات غير مجبرة لحد الساعة يعني غير مجبرة بأن تعطي هذه المعونة إلى موظفيها وقالوا بأنهم سوف يلتقون مجددا بالشهر 11 من أجل أيضا الكلام كيف يمكن دعم العمال وكيف يمكن دعم الموظفين في ألمانيا للتغلب على الغلاء وللتغلب على الإنفلاتسيون التضخم أصدقائي إذن من مطالب السيد شولز هو يطلب 3000 يورو كما قال المحللون بأن الشركات غير ملزمينة بالأمر لأنه أيضا رئيس أرباب العمل في ألمانيا قال هناك شركات تعاني هناك شركات مهددة بالإفلاس هناك شركات ليس عندها مال هناك شركات لا تستطيع أن تعطي 100 يورو أو حتى 500 يورو أو فما بالكم بتلاتة آلاف يورو فقال هناك الشركات والمصانع يعانون أيضا أصدقائي النقابة العمالية دي جي بي طلبت أيضا برفع الأجور وقالت رئيسة النقابة السيدة ياسمين فاهيمي أنها ترغب أيضا بدراسة وطلب رفع الأجور في ألمانيا كي يتناسب الأمر مع التضخم الحاصل إذن لم يحصل هناك اتفاق فقط طلبات من المستشار الألماني السيد شولس للشركات الشركات تقول بأنها تعاني بسبب الغلاء هناك ممكن من سوف يدفعها هناك ممكن من لن يدفع هذه الثلاث آلاف يورو لذلك نتمنى أن يكون هناك حلول حقيقية من الحكومة وأن تقوم الحكومة لفترة معينة أو لفترة طويلة بتخفيض الضرائب على من يعمل لأن هذا هو الحل الوحيد كي أن الناس يبقى عندهم نيطو صافي أكثر من الاقتطاعات من بغوط أصدقائي يعني نريد فعلا بأن السيد شولس ليس فقط يطلب من الشركات نريد أن يقرر قرارات هامة بتخفيض الضرائب لأنه فقط لو تركنا الأمر للشركات بالفعل هناك شركات تعاني وهناك شركات لا تستطيع أن تعطي هكذا مبلغ لعمالها لذلك الأمر يجب أن يأتي من عند الحكومة شخصيا أصدقائي سوف نرى ماذا سوف يخلص اجتماع الشهر الحادي عشر تم تأجيل مجددا كل شيء إلى شهر إحداشر نتمنى السلامة والخير لجميع كانت هذه جولة همة لأهم أخبار ألمانيا لهذا اليوم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم